ليس هناك دليل حتى الآن على تراجع قدرة اللقاحات في مواجهة المتحور أوميكرون هكذا جاءت تطمينات منظمة الصحة العالمية التي قالت إنه لا يوجد سبب للاعتقاد أن فترة حضنات أوميكرون تختلف عن المتحورات السابقة رغم أنها أقرت بأن كم المعلومات التي تم تجميعها بشأن المتحور الجديد غير كافية لتحديد مخاطره بدقة المنظمة قالت أيضا إن بعض المؤشرات المتوافرة حتى الآن تؤكد أن الإصابات بالمتحور الجديد بسيطة وأن بعض المتحورات تنطوي على خطر سرعة الانتشار وأعلنت أن محادثات ستلطلق من أجل التوصل إلى ميثاق دولي لمكافحة الأوبئة مستقبلا تأتي هذه التطمينات الحذرة في وقت تشهد فيه القارة الأوروبية تزايدا في عدد الإصابات مع إعلانها من قبل المنظمة العالمية للصحة بؤرة لانتشار المرض ففيما بشرت دول أوروبية إعادة فرض القيود المرتبطة بمكافحة الفيروس أحصت ألمانيا أكبر عدد من الوفاية بسبب الجائحة يوميا منذ منتصف فيفر الماضي بتسجيل 446 وفاة فيما سجلت السلطات الفرنسية 13 حالة إصابة بالمتحور أوميكرون كما أعلنت السلطات السعودية تسجيل حالة واحدة بالمتحور الجديد وضع دفع المفاوضية الأوروبية إلى القول إن الوقت قد حان للتفكير في اتخاذ قرار بإفزامية اللقاحات مع دعوة الأشخاص المطعمين لأخذ جرعة ثالثة معززة ترجمة نانسي قنقر